رحمن الرحيم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت وإذا دعيت به على مغالق أبواب الأرض للفرج فرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسارت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشارت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهار وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيحا وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالعا ومجاري وجعلت لها فلكا ومسابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرءا واحدا وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهاد في عمود النار وفي طون سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرات وفي أرضي مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر سوف وأعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجار وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرام وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر الشياع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميساقك والإسحاق بحلفك وليعقوب بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجابت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلب بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التام وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور السيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزاتك وجبروتك التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار والأنهار وخبعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمنايك بها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرض والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك وأسألك بكلمتك التي غلبت كل الشيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكاء وخر موسى صاعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سينا فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في ساعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمتي محمد صلى الله عليه وآله وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهم السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهم السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته ودريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وباركت وترحمت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صلي على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله واغفر لي من ذنوب ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنساني سوء وجاري سوء وقريني سوء وسلطاني سوء أنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين وأنت على كل شيء قدير يا الله يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا تأويلها ولا باطنها ولا ظاهرها غيرك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني خير الدنيا والآخرة وافعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجاري ساو وسلطان سوء وقريني ساو ويوم سوء وساعة ساو وانتقم لي ممن يكيدني وممن يبغي علي ويريد بي وبأهلي وأولادي وإخواني وجيراني وقراباتي من المؤمنين والمؤمنات ظلمة إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين اللهم بحق هذا الدعاء تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغنى والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرام وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى مسافر المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبي وعترته الطاهرين وسلم تسليما كثيرا اللهم إني أسألك بحرمة هذا الدعاء وبما فات منه من الأسماء وبما يجتمل عليه من التفسير والتدبير الذي لا يحيط به إلا أنت أن تفعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله يا حي يا قيوم وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سادس 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 ترجمة نانسي قنقر